يعني التي ورد أحاديث أول حاجة نازم أعرف هل صحيح ولا ضعيف عشان كده طرق روايتي عشان أعرف هل هو نقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاء من غير شدود ولا علة ولا في بعض العلل العلل في الساد أو العلل في المتن يبقى ده قضية النظر في طرق الرواية أنا أمر الثاني النظر في فهم درايتي يعني أبدأ أفهم المتن ده إعلقته بالآية إيه الدليل فيه إيه المدلول إلى غالبات وأما ثبوت ألفاظ عمنا عباس ففيها نظر من نقل هؤلاء شبيه من نقل أهل المغازي والسير وهو مما يستشهد به ويعتبر ويضم عضوه إلى بعض وبضم بعضه إلى بعض يصيح الحج هو ده القضاء مجموعة طرق في حدث قد كنت وعدت سابقا هو الشيخ عصام أولي عن صاحب الكتاب وعدت سابقا حول البسط حول مساءة تشدد كثير مما يشتغل بعلم التصحيح والتضعيف فهذا العصر في دراسة أسانيد التفسير طبعا كان في دراسة الأسانيد فبالك بقى إيه في مسألة الإيه إسرائيليات المحدثين أصلا بينكروا أن يكون المسرائيات لها أي أثر إيجابي في قضية التفسير وهذا كلام إيه لم يفعله السلف بل السلف استفادوا حتى من إسرائيليات التي هي منقولة عن أهل الكتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر